الموضوع التالي قوة الاحتكاك بيكون في مقاومة للحركة يكون خلال التفاعل بين الجسم والبيئة المحيطة وبتكون عادة السطح اللي بتحرك عليه الجسم الريزيستنس دي بنسميها الفورس أو فريكشن أو قوة الاحتكاك عندينا نوعين من الفريكشن أو النوع بنسميه لستاتيك فريكشن أو الاحتكاك السكوني ده لما بيكون الجسم ساكن استاتيك فريكشن أكتس تو كيب زا أوبجكت فروم موفينج دي اللي بتأثر لتمنع الجسم من الحركة بنرمل استاتيك فريكشن بالرمز فس اكوال أو أقل من أو بتساوي ميو اس في الان حيث الميو اس منقدار ثابت بنسميه الكوافيشن أو في استاتيك فريكشن والان هي قوة رد الفعل العمودية أو النورمال فورس للسطح اللي بتحرك عليه الجسم تاني نوع من الفريكشن الكينيتك فريكشن بتأثر لما بيكون الجسم في حالة حركة بنرمز لها بالرمز فك الفك بيساوي الميو كي في الان حيث الميو كي بيسمى الكوافيشن أوف كينيتك فريكشن دايما اتجاه قوة الاحتكاك بتكون عكس اتجاه الحركة لو ملاحظين الف القوى اللي بتسبب حركة الجسم يبقى الف كي عكس اتجاه الحرك وبتعمل ما بين الجسم والمستوى اللي بتحرك عليه الجسم دي الان النورمال فورس أو الرياكشن فورس الامجي اللي هو ويت أو الجرافيتشنال فورس اللي بتأثر على الجسم دايما وابدا الفورس أوف استاتيك فريكشن بتكون اكبر من الكينيتك فريكشن The direction of the frictional force is opposite the direction of motion عكس اتجاه الحركة and parallel to the surface بتكون موازية للسطح المنامس للجسم بعض المسائل على الفريكشن فورس أو الأجسام اللي بتتحرك على مستوى عشن لو خدنا مثال زي اللي موضح في الرسم 5 kg object placed on a frictional horizontal table جسمه كتلة وخمسة كيلو جرام موضوع على تابل خشن أوفقي وعطني الميوكي أوبينت 2 معامل الاحتكاك 2 من 10 is connected to a string متصل بحبل أو خيط that bus is over a bully and then is fast need to hanging 9 kg object وينتهي بجسم آخر كتلته 9 kg as shown and figure كما هو موضح بالشكل find the acceleration of the two objects أو التصارع الجسمين and the tension in string قوة الشدي في الخيط أو الحبل عشان نجاوب على السؤال ده لازم أول شيء أعمله أرسم الفري بودي ديجرام لكل جسم لازم أرسمها بدقة أول حاجة أدى وزني الجسم الأول بعد كده normal force قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة إيه اللي عرفني أكيد أن المجموعة تتحرك في اتجاه الجسم المعلق التنشان فورس قوة الشدي في الحبل تي بتكون خارجة من الجسم الجسم الثاني بتأثر عليه قوة الوزن m2g والتنشان فورس التي خارجة من الجسم هطبق قانون يوتن الثاني عشان أوجد التصارع على كل جسم الحاله الخط ده هو الفاصل بين الجسمين عشان لما جي أجمع القوة ما تلحبش هطبق قانون يوتن على الجسم الأول فين القوة اللي بتأثر على الجسم t اللي في اتجاه الحركة ناقص fk هتساوي m1 في l e طيب واحد هيسألني في قوتين عندي بيأثر على الجسم normal force والm1g ليه ما دخلناهمش في الحسابات يبقى عندي معادلتين أجمع المعادلتين ال t هتروح مع ال t يتبقى m2g ناقص fk يساوي m1 زائد m2 في l e اخذ l e عامل مشترك يبقى وصلت القانون اللي أنا أحسب منه التصارع لكن أنا ما عندي قوة الاحتكاك لازم أحسب الأول قوة الاحتكاك فk هتساوي ميوكي في l n من قانون قوة الاحتكاك طب الميوكي موجود l n عندي في الحالة دي بتساوي ايه أنا لسه قال إن القوتين دول مجموعهم بيساوي صف ومتعاكسين في المقدار إذن l n هتساوي m1g اخذ قوة الاحتكاك وعوض بها في قانون التصارع كل القيم موجودة عندي m1 و m2 والج واحسب قيمة التصارع بعد كده عشان أحسب التنشن فورس أعوض في أي معادلة من المعادلتين وأسهل للمعادلة اللي فيها تيب الموجب اللي هي المعادلة الأولى أو المعادلة التانية مش فرقة l t هتساوي m2 في الجي نائس l a وقدرها طلع قيمة l t نعرض لكم الوقت simulation بيوضح لي عمل atود machine أو آلد أتود عبارة عن الكتلتين m2 m1 m2 أكبر في الكتلة من m1 برسم free body diagram وزن الجسم الأول m1 g التنشن في الخيط t وزن الجسم الثاني m2 g والتنشن t الجسم الأول هيتسارع لأعلى والجسم الثاني هيتسارع لأسفل هنا أحاول أقلل كتلة m2 بحيث أنها تبقى قريبة من m1 ونحسب التسارع مثلا حوالي 14 kg أعمل start بدأت المجموعة في التسارع طلع التسارع 75 من 100 متر طبعا التسارع الجسمين ثابت لأن الجسمين system واحد أو مرتبطين ببعض في الحركة لو زودت كتلة الجسم الثاني وصلتها مثلا 19 kg وهحسب التسارع على التسارع زاد من 75 من 100 إلى 16 من 100 متر على السكن وأيضا حسب التنشن في الخيط طيب هيتنقل السيمولييش آخر بيمثلي static friction والقينيتك والعلاقة بينهم وبين أو القوة المؤسرة هزود القوة اللي بتسبب حركة الجسم اللي هي F خليها تقريبا 10 ونشوف الجسم هيتحرك عمل start الجسم زل ساكن ما تحركش نزود start أيضا الجسم ساكن لما تحرك ليه لإني ما زالت القوة المؤسرة أقل من قوة الاحتكاك السكون هعدي قوة الاحتكاك السكون وأعمل start بدأ الجسم في التسارع واتنقلت من حالة الاحتكاك السكوني أو static friction إلى الاحتكاك الحركي اللي هو kinetic friction شكرا 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 شكرا